ضمن استراتيجيتها لتطوير محطات الوقود قامت شركة بابكو للتزويد الشركة التابعة للشركة القابضة للنفط والغاز بافتتاح محطة توبلي للوقود بما يتمشى ومتطلبات الجيل الجديد من شبكة محطات الوقود الحديثة وأكد المهندس جاسم عيسى الشيراوي رئيس مجلس إدارة شركة بابكو للتزويد أن تطوير محطات الوقود التابعة للشركة بابكو للتزويد في مختلف محافظات مملكة البحرين يأتي في إطار خطة استراتيجية للارتقاء بهذه المحطات وتنمية دورها الاستثماري والخدمي وأن يعادة تطوير محطة توبلي للوقود هو بداية لسلسلة من عمليات التطوير لمختلف محطات الوقود القديمة بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتوجيهات الحكومة الموقرة من تحديث البنية الخدمية في المملكة وجعلها واجهات حضارية للاقتصاد الوطني مضحا أن الاستفادة من محطات الوقود استثماريا يشكل نهجا عالميا ومتبعا في العديد من الدول وأن مملكة البحرين حريصة على مواكبة المستجدات الحديثة ونقل التجارب الرائدة إليها بما يدعم جهود التنمية المستدامة يأتي افتتاح محطة توبلي الخدمات ضمن استراتيجية شركة بابكول التزويد للارتقاء بمستوى الخدمات في محطات الوقود وذلك تحقيقا لرؤية البحرين 2030 في مجال رفع مستوى الخدمات والتنافسية والاستدامة وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشئ ويأتي أيضا من سلسلة المشاريع التي تنفذها شركة بابكول التزويد لتوسيع شبكة محطات الوقود لتشمل كافة مناطق البلاد وأيضا لتطوير المحطات القديمة ويعادة بنائها لرافع مستوى الخدمة والسلامة والمحافظة على البيئة شكرا